يجن اني خالت يلا ينوم وعليك يا حبيبتي عارف يا بيت يا سامح طول عمري كان نفسي ربني يا رزقني بقنوطة حلوة زيك كده ألبسها في السن فرحها بيتي وزفها على عرسها اخصى عليك يا خالت وانا مش بنتك ولا ايه ايوه طبعا يا بيت طب ده انا ربيتك ولعبت معاك اكتر من موقوس عمك بس برضو يعني كان نفسي بيت من صلبي حلوة زيك كده اصلا احبها وتصاحبني وتشيل همي يلا ما تقديش في بالك المهم اسمعي اللي انا عايز اقولك عليه قولي يا خالت لازما من اول يوم يا بيت الجوزك تقريه صح تقريه وانت مغمضة اقرأ يعني ايه تعرفي طبيحته ايه اللي بيفرحه اللي بيزعله بيتعكنل من ايه مزاجه بيجي على ايه حاكم الراجل من دول يا بيت يحب السبت الشطرة الزكية اللي تعرف هو عايز ايه من قبل ما يقوله فاهمة ولا مش فاهمة فاهمة برافو عليك يا بيت درعي مونابي متخليه شوفه الا 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 رايح فين يا رايح رايح فين يا عريس بتعمله ايه زي ما انت شايف ايه العروسة بتقيس فستانه فستان ايه تلبيس فستانه عايز تزافيا سماح وهو ايه اللعب في كده يا خون ايه اللعب في كده اللعب ان الوضع السهل السادم وما بردش وانت بتفرحي اللعب ان صاحبتك اللي بتقول عليها زي اختك حزنانة وانت بتفرحي عرفت العيب ولا عرفت كمان يا حبيبي ده قدر ربنا وبعدين احنا حنروحكم على نفسنا بالقارة طول عمرنا ولا ايه يا رايح يا امي يوسف انتو جراش كويه ده اللي عنده كلب بيموت بيحزن عليه عايزين نعمل فرح وهيصة وزفة في ايه طب علاية الطلاقة سامح ما في فرح الاخر حاجة اقول لاخلك استنى يا رايح انا عارف انت جواك ايوم قدر وبعدها اللي يفجيج اكتر منك يا اخو انا بس عايز اطلب منك طريق وسيقعلك النبي ما تكسفني عايزة بس هلبس الفستانة تصور بيه صورة صورة صغيرة همي بنحطها عالحيطة ونفتكر دليوم ده طول عمرنا وقصة من بالله ما هدخل بيه الحار عشان ماكسرلكش حلفانك يا اخو والمصحف ما دخلة بيه موسيقى يا انهاريسودي ايه 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 قد عالي انت عمالك ده يا ايه لايه امالك مانك مان اه 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 اخلى كنتش تاخد وش اه انا هاخد وش اه اه بقولك ايه عايزه عم ناعم عشان حتما يبقى فيه عروسة النهاردة ولا حاجة اللي صاع ما يسين وانت ليه مجويس لحد دلوقتي بيبتلك حاجة تتعايل بدل ندل عجال بجلد يا ايه دهاني نفس يا ابني بطال تسأل روح السؤال بات يا عم تيه ما احنا كلنا حواليك هو يا عم انت في ايه مالك يا عم انا عارك انا باسئل بس بس عايزه عرفت السبب بشارك لما انا رايو انا فصلنك التوديب وكانت الدنيا سرقان يا اخي صحة وشباب وعصة لو ايه وعزوة كمان من احادي اخويا ومن احادي ولاد اعمالي في البلد ولاد خلاني من اين ما تروح تلقى حد من عزوتك فكرتش بقى جيب حد تتعايل بشغلتي ملعالة كبيرة ومفرعة الدنيا مزهزهالي ودخل فيها بسدري وبقولي عافية وديكي فين زي ما تقول كده نمت وصحيت لقيت نفسي كبيرت والقاطر شاكت بزي والعلا المفرع دي صفصفت علي يا نوالودي النادل ده ايه الحاجات النادل؟ انتو بقى لكو في ايه؟ ايه عمي حسك في الدنيا بمارك اه لا عاد حد بمسال على حد انتو بقى لحد داري بحالك انتو بقى تالي بوعدني المراجع بقى ايه ده ايه لا عادة دي انا عندي مشوار يا عمي اروع فيه اروع عندي بطي يوسف لو في حاجة اكلمك ها؟ ماشي سلام الحساب اديب الحساب يوم الحساب هلقش يا عما يسين الحلق دي عندي ايني اضلت ايه؟ اه 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 اعمل اضرب تالي؟ اما يجي انتو مشغل عليك اروحون مك اقوله انه مش يوسف اللي تتدرسه دامه وانه لو فكر يعمل كده تاني مش هاروسك مدنوع انا هقطعهانه اه 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 ممروك يا ميبى دخلت концه مейه اوه لا retrouve ايه ميج ااذ ايه؟ اي؟ يا نجري نتحن بك على جان نفرح بكم عميناك يا ياسين يا حبيبناك تي قولي البامات يا زوزة ترقيه يا مرأنتي انتي أخطاه ترساوة يا عميتي ويدي عميتي أنا كنش نعمل حاجة جيلي صممتها من القعدة دي طبنا يا كرامي كجيز يا حبيبتي ونفرح بعادة لكوراية قوي انتي وشاهده وشايمة أولا بدعينا يا ديحة ربناك هل في أغلق تعيش يا خلق هوا إحنا عنا نبقى قعدين كدس يشاهدين عليك الله ده فرع يا رائعي ديليلت وخطة ما تيهد يا بنت فيه ماتسمعك كلام الله ده ليلة دخلة مش ميت ما تشغل حاجة يا راه سيب البنات يا فرح حبيب ينفع عمي اسين ينفع عمي اسين ينفع عمي اسين اه نعمل باوسو كمان يا صوت يا صوت ينفع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة